بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مهدا لما بنيجي نجلس بين ايدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نبتدي ونقول السلام عليك يا رسول الله عشان احنا محتاجين ان احنا واحنا بنكلم عن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وانواره ان يكون حضرته صلى الله عليه وسلم حاضر معنا النهاردة عن التكلم عن حديث انا بعتبره حديث ركني من اركان قلوب الناس حديث كده بيطيب الخواطر وحديث كده بيطمن الناس وحديث كمان بيخلي الانسان عنده ثمود نفسي وثقة في الله سبحانه وتعالى حديث مهم جدا جدا في حياتنا كلها حديث كده تحس انه هو جاي عشان يخليك مع الله انا ارضا نتكلم عن حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه واذا تقرب الي شبران تقربت اليه زراعة واذا تقربت واذا تقرب الي زراعة تقربت اليه باع واذا اتاني يمشي اتيته هرولة هذا الحديث اخرجه الامامان البخاري ومسلم وتعالوا نسمعوا بقلبنا لان هذا الحديث محتاج مع كسرة سمعنا لهذا الحديث محتاج كل مرة نعرف الجمال الذي في هذا الحديث يبعا سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من وان تقرب الي شبرى تقربت اليه زراعة وان تقرب الي زراعة تقربت اليه باع وان اتاني يمشي اتيته هرولة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيروه هذا الحديث عن رب العزة والحديث دوات بهذه الصياغة يكون حديثا قدسيا وطبعا انتو عارفين ان العلماء ميزوا بالحديث القدسي عن الحديث النبوي بان الحديث النبوي يكون من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم اما الحديث القدسي فرسول الله يروي هذا الكلام عن رب العزة هذا الحديث من احب الاحديث الى قلبي انه بيتكلم على معنى مركزي ومهم في علاقة الانسان بربه خصوصا مع وجود جيش من الزعلانين من ربنا في الوقت اللي بنعيش ده والعياذ بالله ربنا بيقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي به هو في رواية اخرى في غير الصحيحين فليظن بي ما شاء يبقى هنا انا عند ظن عبدي به فليظن عبدي بي ما شاء تعالوا بس نقول حاجة مهمة اول ان ظننا ده بالله ده اختيارنا والله سبحانه تعالى خالقوا كل شيء بس احنا اللي اختارنا ده اللي بيظن بالله سبحانه تعالى الظن الحسن هو اختار ده فشوف فقا انت عايز تختار ايه عايز تظن بالله سبحانه تعالى ايه وتعالى اقول لكم حاجة هو ظننا بالله بينبع من ايه ظننا بالله بينبع من عدة امور انا بحب ان انا اقول ان هما بينبع من كيفية تعاملنا مع ثلاث مشاعر اختيارنا من ان نختار ان احنا نحسن ظننا في الله الى ان احنا نسيء الظن بالله اضرب لكم مثال واحد خايف فيستمر في خوبه درجة ما خوفه يحسسه بان على فكرة المستقبل ده ظلام وده غلط غلط ليه لان المستقبل ده بيدي الله فكونك انت اسأت التصور وجعلت المستقبل ده مليان ظلام فانت في الحقيقة اسأت الادب مع الله ليه لان المستقبل ده بيدي الله وانت جعلته مستقبلا مظلما ونسيت ان الله سبحانه وتعالى نور السماوات والارض ولزاك انت لما تظن الظن ده بناء على الخوف انت اسأت مع الله سبحانه وتعالى الادب لما نشوف فقا كمان ممكن يسيء الظن كمان بسبب ايه بسبب الغضب لما يكون الانسان في حالة غضب ما بيكونش في حالة يستطيع ان هو يملكه نفسه لدرجة ان الغضب ده ممكن يوصل الانسان الى عدم الادراك يحصل له اغلاق فمن بقاش يرى نعمة الله سبحانه وتعالى يقوله والله انا عمري ما حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى معاه رفوا استغفر الله العظيم فلما ترجع تقوله والله انا بس كنت غضبان ولزاك الغضب نار الغضب نار ليه بيتدخل بقى نار الشيطان ونار لنفس الامارة بالسوق حاجة التالتة ممكن انسان يسيء الظن بالله امتى يسيء الظن بالله كمان في حالات الحزن الشديد فالحزن ده وعلى فكرة التلات مشاعر دوله واكبر تلات مشاعر موجودة في النفس الانساني الخوف الغضب الحزن ففي الحزن مرأة حزينة فمر عليها حضرة النبي صلى الله عليه عليه وسلم وهي تولول وتبكي فرسول الله عليه وسلم يقول لها ليه هم عايشين في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولزاك لما بتكلم عن حسن الظن بالله بحب حول المعنى ده المعنى الجميل ده إلى معنى حياتي يعني ايه معنى حياتي؟ معنى فيه أفعال إجراءات نقدر بها نعيش حسن الظن مع الله عشان كده أنا بشوف الحسن الظن بالله فيه ثلاث حاجات فيه حسن الظن عمل حسن الظن خجل حسن الظن أمل إزاي حسن الظن يكون الثلاث حاجات دي يبقى علشان توصل لحسن الظن بالله لازم تفهم إن معاني الثلاثة دي فتفهم إن معنى حسن الظن مش مجرد فكرة عابرة أو خيال أو شيء بأحب أقنع بيه نفسي وملوشه وملوشه وجوده على أرض الواقع لا 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 ده معنى حياتي حسن الظن هو معنى يخرج أجمل ما في الحياة فما فيش حسن الظن بدون عمل واجتهاد ولذلك أول حاجة في حسن الظن إن حسن الظن عمل إيبقى ما فيش حسن الظن وأنا قاعد كده وما بعملش أي حاجة وأقول إن أنا حسن الظن بالله ولذلك لما قيل للحسن البصري أنا قوما أساء العمل وقالوا نحسن الظن بالله قال كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل هما لو أحسنوا الظن أحسنوا العمل يبقى حسن الظن عمل ولذلك هوم الظن ده حسن الظن يبقى أنت لازم يبقى فيه إحسان والإحسان عمل حتى لو كان بداية الإحسان ده عمل قلب بس هو عمل لازم تعرف أن حسن الظن عمل مش حسن الظن إيه نوع من أنواع ترك العمل والكسل لا حسن الظن عمل الأمر الثاني حسن الظن خجل يعني إيه حسن الظن دي خجل يعني حسن الظن بييجي لما الإنسان يحس بيقدي إيه الله سبحانه وتعالى نعمه تخجله من كسرتها نعم الله كثيرة جدا فأصبح الإنسان يخجل من بزل الله له وأعطاء الله له وتقصيره في شكر هذه النعمة فيحصله إيه يسأل نفسه طب الله سبحانه وتعالى يعطيني ويحسن معاملتي وأنا مقصر فأنا خجلان من الله سبحانه وتعالى فعال خجل ده يدفعني إلى إيه خجل يدفعني إلى التأقم من أن الله لن يمنع عني الخير أبدا فأنا خجلان نعم لكن أنا حسن الظن في الله يبقى خجلي من كثرة نعم الله يحملني إلى حسن الظن بالله وأنا عندي منجاء بحب إن أنا أذكر بيها كثيرا وبسميها منجاة الرجاء مع الخجل بقول فيها ربي يا من تسمع صوت قلبي وهو يتعلق بواسع رحمتك وحنانك ففقيرك يدخل بكل ضعفه وزله ووجعه في أمانك فإني على بابك أحمل خجلي من تقصيري وسوء أدبي واغتراري بكرمك أنا بقول ده وأنا مليء بالخجل من تقصيري في حق مولاي سبحانه وتعالى وكلما حصل لي هذا الخجل من تقصيري في حق مولاي قلبي يزداد نورا بحسن الظن في الله لأن مهما كانت عبادتك فيا لا تريق بالله لكن الله يعطيك فأنت في خجلك ليس أمامك إلا أن تحسن الظن بالله نعم المعنى الثالث بقى ومهم أو ده أن حسن الظن بالله هو أمل ليه أمل لأن حسن ظنك بالله هو اللي بيخليك تعرف أن الذي أحسن إليك فيما سبق فالملك لا يتغير والملك إذا وهب ما سلب وأن الكريم يداوم على كرمه لأن كرمه صفة ذاتية له صفة لله سبحانه وتعالى فالأمل اللي بيطمنك ويبعد عنك الخوف عشان كده لما بيسألوني بيسألوني لماذا لا تخاف فقلت لأني مشغول بالألطاف فأنا بخاف لي عشان الألطاف الليل الكثير اللي حوالي جعلتني متأقن أن ما سيأتي لن يكون أقل لطفاً مما مضى بل سيزداد لطف الله سبحانه وتعالى عما مضى لأن هكذا يكون الكرام علشان كده حتى مع الابتلاء وشدة الابتلاء إياك تنسى وإياك تسيء الظن بالله وعشان كده أنا بحب حكم أقول فيها إيه من أداب المحب ألا تسيء الظن بالحبيب أقصد الحبيب الأجل الله ألا تسيء الظن بالحبيب فالبلاء من دواع التقريب فاهتف عنده يا لطيف يا قريب يا مجيب وعنده تعرف أنه أجراه عليك لتذوق حلاوة تودده بي بي فإني قريب أجيب آه يعني ربنا أجرع علي الشدة عشان أدوق حلاوة إيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان آه يعني ربنا سبحانه وتعالى مش أصد يعزبني لا ده أصد يأخذك إلي أصد دوء حلاوة قرب منك قالت وما فيش طريقة أضوحه فيها حلاوة قرب مني غير إنه هو يحصل علي الشدة آه يا سيد ما انت مشغول في حياتك لازم تخرج من هذا تتيقص لترى قربه سبحانه وتعالى ولذلك مقولة اللي بيقولها المصريين يقيني بالله يقيني اللي مصريين دايما بيقولوها تبين إن المصريين من كتر من كتر عشتهم مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وكتر حسن ظنهم بخالقهم عز وجل ارتقوا من مرتبة حسن الظن بالله إلى مرتبة اليقين به سبحانه وتعالى وعبروا عنده وقالوا برضو في كلام تاني عشان تعرف إنهما مشيين من حسن الظن إلى اليقين اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه يعني إيه يعني خلي بالك إن انت بتتعامل مع كريم مع ودود مع حفيظ مع جميل سبحانه وتعالى يبقى إيه اللي حاصل يبقى القادم سيأتي ويأتي معه الخير إيه دا انتوا كده عندكم أمل زائد آه صح وده اللي بيعلمنا عدم الخوف من المستقبل لإن المستقبل بيد الله وحده وبعد كده يقول لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأمور التي تعينك على حسن الظن بالله وهي كثرة الزكر فيقول رب العزة في الحديث الذي رواه صلى الله عليه وسلم عنه وأنا معه إذا ذكرني يعني أنا مع ذلك العبد إذا هو ذكرني يعني لما تعمل بحسن الظن بمعنى الحقيقي بالمعنى اللي احنا قلناه وبيناه لحضرتك إيه اللي حصل وتذكر الله ذكر الله يأكد لك إن ربنا هيكون معك لذلك بقول لك دايما ذكر الله روح الحياة ذكر الله روح الحياة ذكر الله روح الحياة ليه؟ لأن ذكر الله سبحانه وتعالى بيردك إلى إن الحياة بيدي مولاك فلما تعرف الحقيقة دي يتغير حيات كتيرة وإنت عايش دايما نقول إن ذكر الله يخرجك من وهم أن الحياة بيدك وبيد الأحداث لترى مولاك هو المالك الحقيقي لهذه الحياة فما تخليش قلوبكم وبيوتكم كالمقابر عملوها بذكر الله ليه نعمرها بذكر الله؟ لأن إذا كان ذكر الله موجود أعترى كل شيء جميل في الأشياء وساعتها تتعمر البيوت لأنها تسعيتها تقدر أنا عند ظني عبدي به والمعنى ده أنا تعلمته من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت إيه؟ يعني شوف يبقى اللي بيذكر ربه مثله كالحي يبقى إحنا قلنا إن ذكر الله روح الحياة عشان هذا الحديث فإن ذكرني في نفسي حضرة النبي يقول فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي شوف العظم يا أخي شوف الجمال شوف حلاوة ذكر الله لتاني مرة حضرة النبي يفتح علينا كنز من كنوز المحبة الربانية لما قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بيها عشرة ده حاجة عظيمة جليلة ويجي هنا حضرة النبي يخبرنا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي كلام رب العزة يبقى إلا يحصل شوف العظم يبقى العظم إن الله سبحانه وتعالى سيذكرك وهو في كمال جلاله وكمال كماله وكمال سبحانه وتعالى وكمال إيه جلاله وكمال جماله وكمال كمان كماله فالله سبحانه وتعالى وهو في هذا الحال يذكرك أنت متصور إلا بيحصل أن الله يذكرك وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه اللي هو الملأ الأعلى يعني يذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده فهو خير من يوفيك ربنا سبحانه وتعالى لما يوفي يوفي بما يليق بجلاله وكماله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فإيه اللي حصل يوفيك بإنه يذكرك في الإيه في الملأ الأعلى يبقى أنت لو هتذكره ولو حد عيشوف ذكرك ده ممكن ما يتخيلش النعيم المقيم اللي هيحصل لك هو سبحانه وتعالى اللي هيذكرك يبقى إيه اللي حاصل لو هتذكره وحدك هيذكرك وحده ليه؟ كثير من الناس يقولوا طب ما ربنا كان يقولي فمن ذكراني في نفسه ذكرته في ملأ لا 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 خالص أصل بعض الناس عايزين يخلوا الزكر بينهم وبين الله حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه حتى لا يعلم أحد ذكره لله سبحانه وتعالى فيخبوا مسابحهم ويذكروا بقلبهم ويذكروا في الخلوة ويذكروا بعيد عن الناس عشان إيه اللي حاصل؟ هذا بيني وبين حبيبي ولذلك إيه اللي حاصل؟ دي مش رتبتين دولة حالين حال واحد بيذكر الله في نفسه لأن دوت من الاثنين دولة منه من الشخص اللي ذكر الله في نفسه ده ده واحد من العينين التي لا تمسهم النار رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه آه فدي عين لا تمسها النار يبقى مش لازم لا دولة حالتين حالة الزكر منفردا وفي الخلوة أو في الخلوة وحالة الزكر فين؟ في مجلس ولذلك إيه اللي حاصل؟ إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى مع الناس هيذكرك سبحانه وتعالى في ملائكة الملأ الأعلى طب وبعد كده إيه اللي حاصل؟ تعالوا نشوف الحديث بياخدنا على فين؟ أنا عند ظن عبدي بيه وأنا معه إذا ذكرني أيها الحلوة وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي تعالوا نشوف التدرق إلا حاصل؟ أنا عند ظن عبدي بيه فإذا ظنه هذا حمله أن يذكرني أنا سأذكره على كل حال فإذا ذكرني في حال خلوته وحال انفراده ذكرته سبحانه وتعالى على مراده أنا عند ظن عبدي بيه يعني أنا مع مراده هو ذكرني في نفسي مش عايز يعرف حد إن هو بيذكرني خلاص أذكره في نفسي ليه؟ عشان يأكد لك أنا عند ظن عبدي بيه آه كده الحديث مفهوم قوي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم آه هو مراده أن كل الأرض وكل السماء تتعطر بذكر الله فكله يجتمع على ذكر الله طيب طب بعد الذكر إيه اللي يحصل؟ يحصل حاجة مهمة قوي قوي إنه لما يذكر إيه اللي حاصل؟ يشتعل الشوق في قلبه فيعمل إيه؟ فيبتدي يتقرب إلى الله وهنا نذكر حديث رسول الله برضو الذي رواه عن رب العزة ما أو ما تقرب إلي المتقربون بأحب مما افتردته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يبال عبد يتقرب إلى الله بالفرائد والنوافل فإذا فعل عبادة يريد أن يتقرب بها إلى الله فإذا تقرب شبرا وخلاص اهتاج قلبه واشتعل قلبه لما ذكر الله فأحب أن يقبل على الله فأقبل على الله فإذا أقبل على الله ولو بمقدار شبر إلا حاصل يتقرب إليه الله سبحانه وتعالى أقرب منه هنا بقى أنا بحب في هذا الحديث وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيتوه أرولا كل هذا الحديث هو سابتة هذه الأفعال سابتة سابتة أن الله يتقرب ولكن تقرب الله لا علاقة له لا بالمكان ولا بالزمان ما ليش دعوه لا بالمسافة ولا بمدة قطع ده يعني لا بزمن ولا بمسافة أما يعني إيه أما ليه ذكر الزراع وليه ذكر الباع وليه ذكر الهرولة لأنه هو يريد أن يشعر الإنسان بمقدار محبة الله لإيه لإقباله عليه يبقى إيه اللي حاصل يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يقطع مسافات ولا يتحرك حشاء تعالى عن ذلك علوا كبيرة لكن إيه المراد هنا من تقرب إلي إيه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا لما يتقرب العبد إلى الله الشبر ده يكشف له عن وسع قرب الله منه ليه بقول لكم كده لإني ما ينفعش نفهم الحديث بما تعرض مع الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فربنا قريب يبقى إزاي يبقى قريب ويتقرب يبقى قريب ويتقرب بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكشف له عن قربه ويذوق حلاوة قرب الله سبحانه وتعالى نبقى على القرب ومع قرب الله سبحانه وتعالى ونكمل هذا الحديث الماتع بجماله وروعته ولطيف أسراره ولكن ونعود إليكم ونقبل هذا ولكن بعد الفاصل رجعاني لحضراتكم معنا هذا الحديث الماتع ركن القلوب الذي فيه الأمل بالمحبوب سبحانه وتعالى ووقفنا عند قوله تعالى وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا وإذا تقرب إلي زراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا هنا الحديث وكأنه بيشير إلى حاجة مهمة أوي إلى أن كل ما بيتقرب العبد كل ما يرى قرب الرب هذا هو المعنى مش أن ربنا سبحانه وتعالى بيتحرق بحشاه لكن هو الله يرفع عنه الغشاوة فيرى قرب مولاه وكأن ربنا بيقول لنا أن أنت وانت بتصير إلى الله استعين بحسن الظن بالله وكون على يقين بأن ربنا سبحانه وتعالى يقربك منه مش بذات القدر اللي أنت بتقترب لا 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 الله سبحانه وتعالى يقربك على قدره على ماذا؟ على قدري وإذا كما انتقرب إلي شبرا انتقربت منه زراعا الزراع ده آخر حاجة في الإيد الشبر أول مقياس في الإيد والزراع آخر مقياس في الإيد عارف معنى كده إيه؟ إن ربنا وكأنه يقول لك إذا تقربت إلي من أقل إيه اللي حاصل؟ تقربت إليك بإيه؟ بالأعظم وما لا يخطر على بال هو ده معنى الحديث كده طب وإذا تقربت إلي بقى إيه؟ زراعا تقربت إليك بما لا يخطر على بال وعشان كده ده اللي يخليك دايما متذكر فضل الله عليك ولذلك أقول دايما لأحبابي ثلاثة حاجة مهمة أوي سلاس من كنا فيه شهد الحبيبة وذاق شهد التقريب ذكر ينسي السوى ينسي ما سوى الله وفكر يذهب الهوى يهذب الهوى يبقى إيه؟ ذكر ينسي السوى وفكر يهذب الهوى ويقين بنظر الحبيب يجل البصيرة بالجوى بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى وعشان كده هناك ثلاث عبادات قلبية يمكننا القيام بها نوحي بها قلوبنا لتحسن الظن بالله أول حاجة الانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى وده بيكون بإننا نتذكر نعم الله وننكسر لها ونتعرف بتقصيرنا ونطلب من الله العداية دايما نقول كده الناس فاكر الانكسار لله سبحانه وتعالى لازم يكون انكسار النقمة إنه هو منكسر عشان ربنا أنزل عن النقمة فانكسر لا اللي أهم من انكسار النقمة انكسار النعمة يعني ايه انكسار النعمة؟ ان انت تنكسر من كثرة ما حملك الله من نعمة فتنكسر لله سبحانه وتعالى وهنا تجد حاجة لطيفة أوه أوي ان من علامات صدق الحب ان يجبر فيك كل كسر فتنكب منكسرا على عتابي ويعمل ايه؟ يجبر فيك كل كسر فتنكب منكسرا على عتابي وإن اللي حاصل؟ فتحس بانك انت مجبور بان الله سبحانه وتعالى رفع قدرك بكل هذه العطايا وإذا كانت القبلة قد حولت إلى الكعبة فعلينا أن نحول قبلة ذواتنا وهي القلوب إلى كعبة الله في أنفسنا وهي القلب فنطهره ليستقبل أنوار الله سبحانه وتعالى اللهم لين قلوبنا في عبادتك يا رب العالمين اللهم يا مالك قلبي علق قلبي بك وحدك يا رب العالمين لبعد التاني الرضا ارضى بأن لا تحزن على شيء ولا تفكر في مفات انسى كل ما فقت ويكون ذلك بحمد الله على النعم اللهم إني أشهد أني راض عما رزقتني به اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا على ما أوليتني من نعم رضيت بالله ربه وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله فمن راضي فله الرضا فمن راضي فله الرضا عبادة التالتة إن أي عمل أو عبادة تقوم بها أحسن الظن بالله أنه سيقابلك منها وسيقبلك بها وأن الله سبحانه وتعالى إذا وعدك فإن الله لا يخلف المعان نعمل بقى إيه من الإجراءات عشان يخلينا من أهل حسن الظن بالله اجلس مع الناس اللي بتنشر التفاؤل وحسن الظن بالله ويجعلوك ترى المستقبل بعين البصيرة سيدنا يوسف مع أهل مصر أراهم مستقبل وبشرهم بعام يغاثوا فيه الناس وفيه يعصرون اقعد مع الناس دي ما تعودش مع الناس الكئيبة الناس اللي دايما تذكرك بالنقم وبالأحداث السلبية وده مش وقعية على فكرة ده وقوع وقوع في وحلة إيه؟ سوء الظن بالله ويكون عندك خطة وبرنامج لحياتك ثاني إجراء لازم يبقى عندك خطة وبالنامج لحياتك تتخططه تخطط فيه الوصول للمستقبل وانت مدعوم بحسن الظن بالله وما تستسلمش للي بيمنعك من الوصول لله سبحانه وتعالى الحاجة التالتة ادع الله بثقة لأن الله سبحانه وتعالى يستحي من العبد أن يرفع يديه ثم يردهما سفرا خائبتين قول اللهم إني حسنت الظن فيك لحسن معاملتك لي فاللهم لتمنع حسن معاملتك لي لما كان مني وادم علي فضلك ومددك دايما ادعو الله سبحانه وتعالى وتقول كده لله سبحانه وتعالى فاجعل لي في غدي ومستقبلي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هنا يبقى انت وصلت لحسن الظن بالله وسعتها تبقى قلبك انفتح وانشرح وكمان أنت الآن في حضرة مولك يا سادة احنا عندنا صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره على الفيسبوك بنتلقى عليها أسئلتكم المبركة وتظل هذه الصفحة جسر ممدود للمدد والبركة والسعد ومجالس العلم التي تكون الملائكة حاضرة لها وتكون محل نظر الله سبحانه وتعالى ويحيطنا بكرمه ووده وفضله وعشان كده تعالوا نقرأ ونجاوب على أول سؤال وصلنا على صفحتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره السؤال هو لا بيقول أنا أرملة وعندي بنتين في التعليم في الجامعة وزوجي المرحوم له أخ واحد زوجي كان موظف في الحكومة وقبل ما يتوفى بستة شهر تقريبا سحب من رصيده في البنك مبلغ مش كبير وأعطاني هذا المبلغ وقال لي دا للصرف على البيت ومصاريف البنات والعلاج أنا دلوقتي بسأل حضرتك هل ما تبقى من المبلغ الذي أعطاه لي للصرف على البيت وعلاجه حال حياتي هل يعتبر مراس أعطي منه لأخوه الفلوس اللي وده هالك لو كانت هي تساوي الإنفاق على البيت والإنفاق على الأولاد يعني إيه؟ يعني دي تساوي المصروف بتاع البيت وتساوي مصروف الأولاد حتى بالحاجات اللي كانت بمفروض تتدفع في الوقت ده أو تتدفع في وقت معين خلاص يبقى دوة من مصروف البيت وللنفق عليه ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا كان هو الدالك ده والفلوس دي على قد ده خلاص هي المصروف البيت طيب لا ده ما عملش كده ده الفلوس دي الدهالي عشان تفضل لوقت طويل لا اللي هيبقى فوق مصروف البيت ده هيبقى خلاص زال عنه ملك ملك حضرتك ويتوزع مراس ويكون لأخوه نصيب منه طيب إذا هو قال خذي الفلوس دي ليكي تاني قال لك خذي الفلوس دي ليكي وخليها ليكي عشان تبقى داعمة ليكي وللأولاد إيه اللي حاصل يبقى الفلوس دي هبى منه يبقى عندنا تلت أحوالهم الحالة الأولانية إنه ودالك الفلوس دي قال لك ده مصروف البيت فهناخد نشوف فقى المصروف ده على قد الشهر ده وعلى قد الفلوس دي وعلى قد الاحتياجات دي مصروفك أنت والأولاد وإيه اللي أنتو محتاجينه يبقى عندنا نشوف قد إيه دوت وما زاد عليه يكونوا إيه يكونوا ميراثة الحالة التانية الحالة التانية إنه هو يقول لك خذي الفلوس دي ليكي وللأولاد ليكي وللأولاد فهو ادالك الفلوس مش بغرض الصرف منها على من مصروف البيت لا لدالك الفلوس دي هتبقى هبة ويبقى الفلوس دي خلاص دي ليكي أنت أنت ما وضحتيش اللفظ اللي هو قالهولك إيه أنت قلتي إنه هو ادالك الفلوس وقال لي دال الصرف على البيت ومصاريف البنات والعلاج أنا دلوقتي هنشوف هل الفلوس دي تساوي مصاريف البيت والأولاد والعلاج يبقى خلاص يبقى المبلغ ده كله هيروح لهذا المعنى طيب لو أني الفلوس فيها زيادة عن ده هتبقى الفلوس دي ميراث نعم السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ السؤالي هي الصلاة اللي فاتتني إزاي أصليها الصلاة أول حاجة أقدرها أنا في نوعين من الصلاة الصلاة أنا محدد عددها يعني عرفها بالتحديد يبقى فيه صلاة أنا عارف الصلاة بالتحديد أنا عارف إن أنا فاتتني صلاة الظهر بتاعت يوم الحد فأنا أصلي صلاة الظهر بتاعت يوم الحد لكن فيه صنف تاني بيبقى عنده عدد من الصلاوات كتير ومش قادر يحدده هو بقى له ثلاث سنين مثلا أو سنة أو شهر فهو مش قادر يعرف عدد الصلاوات بالتحديد يبقى الصلاوات اللي بتفوتك بالتحديد بتصليها طيب إحنا بس نقول نقول لتحديد الصلاوات عشان هو قال لي إزاي فأول حاجة الصلاوات إما أن تكون محددة أو غير محددة محددة أصلي الصلاوات دي والصلاوات المحددة دي إما تكون كتيرة أو قليلة ما هو ممكن واحد كان كل ما في فوتو صلاة بيعلم فعارف الصلاوات الكتيرة دي طب أعمل إيه أصلي مع كل صلاة صلاة مع كل صلاة مماثلة لها صلاة طيب هل يمكن أننا أروح مجمع الصلاة كلها وأصليها اللي فاتتني كلها مرة واحدة ها ليه طيب ليه مع كل صلاة صلاة عشان نخفف من عليك تصليهم مرة واحدة ممكن أعمل كده أه ممكن أعمل كده لو أنا محدد عدد الصلاة دي ليه دا يا صح ودا يا صح إن الصلاوات اللي عليك ممكن تصليها مرة واحدة على بعضهم كده تاخد يوم يومين تصلي الصلاة اللي عليك ليه طيب دا جائز وليه تصلي مع كل صلاة صلاة ليه اللي اتنين جائزين لأن الصلاوات دي وجبت بالأذان بتاعهم يعني الصلاة القضاء اللي عليها وجبت بإيه نفترض ان هي صلاة الفجر بتاع مثلا يوم السبت فجر السبت ده بقى واجب في زمتي بايه بدخول وقت فجر يوم السبت فهو خلاص سبت في زمتي فانا كل ما قضيته كل ما كان افضل فيجوز ان انا للتخفيف علي ان انا اصلي مع كل صلاة صلاة من جنسها من الصلاوات الكثيرة اللي انا بصليها دي طيب لا الصلاوات انا معرفش عددها انا مش قادر احدد عدد الصلاوات اللي انا ايه اللي فاتتني اقدر يعني ايه اقدر اقول والله انا ما صلتش اظن انا ما صلتش يجي ستة شهر كده انا ما صلتش يجي شهر كده والشهر تلاتين يوم لا الشهر ده كان واحد وثلاتين وعندي خمس صلوات في اليوم يبقى كده يبقى مية خمسة وخمسين صلوات يبقى هنا أعمل إيه يبقى أنا بحدد بقدر بقدر يعني إيه مش لازم أعرف العدد تماما ولكن يكفيني غلبة الظن لأن فيه ناس بتتوسوس لا بنقوله الواجب عليك في الحالة دي غلبة الظن يبقى وهو ده ده اللي خلى كثير من العلماء يقوله أن الفقه من باب الظنون أننا يجوز في الطريق أننا أعتمد على غلبة الظن في الوصول إلى هذا الحال فيبرئني يبرئ زمتي غلبة الظن ده أحسب والله يطلع لي بالحساب ده أو اللي بيغلب على الظن ده أعمله وأصليه يبقى عندنا أصلي مع كل صلاة صلاة من جنسها من الصلوات الفائتة عني يبقى ده اللي احنا ممكن نصلي به الصلوات الفائتة السؤال بعد كده بيقول السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك يا عم الشيخ أنا عام الجمعية مع واحدة ست تخصيني بعشرين ألف جنيه ومع ضيق الحال والظروف اللي بيمر بيها اتكسر عليها أربع شهور بثمان تلاف جنيه ولو الفلوس دي ما وصلتش في أقرب وقت هسبب لها مشاكل في بيتها وعليها فلوس لشخص تاني حوالي عشرين ألف جنيه ومفيش فلوس دلوقتي متاح معايا بس قدامي قرد بخمسين ألف جنيه هيحل المشكلة هل كده هيبقى القرد حرام ولا حلال بس بعد إذن حضرتك ممكن يحصل مشاكل لو أنا ما سددتش الفلوس دي في خلال آخر الشهر فبعد إذنك رد علي وقول لي أعمل إيه العمل بسيط إن القرد ده أي قرد دلوقتي أصلا اترفع لفظ القرد من قانون البنوك لقانون 196 لسنة 2020 فما بقاش فيه لفظ القرد فهو هيقولك إيه لازم لما يعطيك الخمسين ألف جنيه لازم يكون فيه سبب فأنت لو ذكرت السبب إن أنت هتشتري سلعة وإنت فعلا هتأخذ الفلوس عشان تشتري سلعة وهزيادة أو هتأخذ الفلوس عشان تقدم خدمة تحصل على خدمة هيبقى أدوات كمان كمان سبب من أسباب إن الفلوس دي تبقى تمويل وأن تبقاش قرد فيبقى عندنا هو إذا كنت تأخذ الفلوس وهنكتب السبب في أخذ هذا الفلوس إنه لتمويل مشروع أو لشراء سلعة أو كمان لأداء خدمة هيكون ده جائز هيكون ده جائز لهذا الغرض لأنه سيكون من قبيل التمويل يبقى دوات هيكون من قبيل التمويل إذا كتبت هذا الغرض بمعنى أن أنت فعلت هذا من أجل هذه الأغراض التلاتة وبعدين إلا حاصل إنت لو كنت أخذ الفلوس دي عشان تحطها في مشروع أو عشان تشتري حاجة أهو عشان بس يباني الحكم إذا كنت رايح تشتري حاجة بالفلوس الجمعية أو تمول مشروع بالفلوس الجمعية تزود رأس مالك عشان تشتري حاجة أو تعمل خدمة مشروع الجمعية فأنت تأخذ الفلوس دي عشان تسدد فلوس الجمعية دي الخمسين ألف عشان تسدد فلوس الجمعية وبكده هيكون ده من قبيل التمويل حقيقة هيكون ممنوع أن يبقى حصول على مال فقط بدون أي سبب اللي هو ما بقاش موجود دلوقتي في أوراق البنوك ولا بقى موجود في قانون البنوك لابد من تذكر سبب للحصول على الأموال يا سادة إحنا النهاردة تكلمنا عن حديث من أجل أحاديث رسول الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفعنا به ونحن يا مولانا قد حسننا الظن فيك بأنك ستبارك حياتنا وتديم علينا نعمك وتديم علينا نظرك إلينا اللهم أدم نظرك إلى قلوبنا واجعل قلوبنا على الدوام مليئة باليقين من أنك لن تقطع عنا فضلك ولا كرمك ولا ودك يا رب العالمين اجعلنا يا مولانا غارقين في حبك غارقين في ودك واجعلنا يا ربنا دواما نقبل عليك ونذكرك بقلوبنا وبألسنتنا ونشكر فضلك بأعمالنا اجعلنا على الدوام من أهل محبتك ولا تنسينا يا ربنا في أي نفس من أنفاسنا ذكرك فاجعلنا من الزاكرين واجعلنا من الحمدين واكتبنا في دووين المحبوبين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر